حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا مالك بن مغول حدثنا علي بن مدرك عن أبي عامر الأشعري كان رجل قتل منهم بأوطاس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عامر ألا غيرت فتلى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين ذهبتم إنما هي يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل من الكفار إذا أهتديتم حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا أقططعه توقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر